اشتركوا في القناة من ضمن هؤلاء الناس الذين نعرفوا ثقافة الهجرة بعد 2003 بشكل واسع جدا الناس تهاجر إلى البلدان المستقرة سياسيا اقتصاديا اجتماعيا فيها نسبة امانة عالية جدا جدا توفر فيها فرص عمل فرص معيشة الحياة فيها يعني مشجعة على العيش العيش الرعيد فيها اساليب وقوانين وعدالة ما يفتقدونه في اوطانهم يبحثون عنه في هذه الاوطان وهكذا حصل بالنسبة للعراقيين اما ان يهاجر الناس الى العراق فتلك قضية اخرى العراق بلد غير مستقر سياسيا منذ عشرين سنة والكل يعرف هذا ومن يقول غير هذا هو الكاذب ودعي ولا يمكن قبوله والشعب العراقي يعرف هذا لا استقرار سياسي الاقتصاد فيه اسوأ مراحلة ولا سياسة اقتصادية وعشوائيات امنيا غير منضبط والكل يعرف شنو وضع العراق الامني حتى مفهوم الامن مختلف وملتبس وشاذ وميليشيات بالشوارع العدالة غير موجودة فساد خراب دمار خدمات غير موجودة التعليم من اسوأ ما يمكن الخدمات الصحية من اسوأ ما يمكن فرص عمل بطالة عدنا عالية جندة جدا احنا ثالث بلد بالعالم في نسبة البطالة ثالث بلد بالعالم طيب الناس ليش تجي تحاجر للعراق عندما تقرأ يعني مصادر رسمية وأخذت من عدها مراكز دراسات كبيرة ومؤسسات احصائية كبيرة تقول انه خلال ثمانة شهر من شهر الواحد الماضي الى نهاية شهر الثامن اللي ماضي خلال ثمانة شهر العراق وطن يعني جوا مهاجرين ووطنهم حتى طيهم الجنسية العراقية عددهم ثلاثمية وخمسة ستين الف وسبعمية وستة وستين هؤلاء غالبيتهم من الإيرانيين والأفغان هذا واقع الحال ثلاثمية وخمسة ستين الف وسبعمية وستة وستين أجنبي إيراني غالبيتهم من الإيرانيين وأفغان وطنهم بالعراق يعطيهم جنسية بمعنى أنه يعني عندما تقسم هذا الرقام يطلع شهرياً حوالي يعني بالضبط 45 ألف و 720 أجنبي يوطن شهرياً يعني 50 ألف بحدود 50 ألف أجنبي يوطن في العراق يطلو جنسية جديدة شهرياً بالسنة أكثر من نص مليون أجنبي يحصلون على الجنسية العراقية فأنت متحسب عدد السنوات كارثة كبيرة ما الغرض من كل ذلك؟ يعني في نفس الوقت إحنا عندنا بطالة عالية مثل ما تحدثنا لكن بنفس الوقت هذه الدول اللي دايجوا من عندها أسوأ من عندنا وإضاف الاقتصادي في إيران سيء جداً فيجون للعراق وضع بأموال وبمصائب وبلغاوي وبسرقات وفساد وأفغان نفس الشيء فيجون إلى العراق هناك الآن في العراق أكثر من مئة شركة إيرانية أكثر من مئة شركة إيرانية الآن في العراق مثل الاختبوت أغلب يعني مراكز الاقتصاد في العراق هي تمسكة أكثر من مئة ألف عامل يعملون في العراق من الإيرانيين يتقاضون بين خمسمائة إلى ألف دولار شهرياً وهذه تتحول إلى إيران بدون أي ضرائب بدون أي معوقات بدون أي قيود يحول المبلغ جد مريد يحول المبلغ من خمسمائة إلى ألف دولار مئة ألف عامل نحن في الوقت اللي نفسه رئيس نقابة العمال العراقين يقول عندنا خمسة عشر مليون عراقي عاطل عن العمل فكيف نجيب هذول العمال؟ شو نسوي بهم إحنا؟ نحن بلد عندنا عطالة عندنا بطالة عالية جداً ثالث بلد بالبطالة بالعالم شبابنا كلهم عاطلين عن العمل واللي شغلوهم الآن في دولار الدولة بطالة مقنعة بالحقيقة وبالتالي كارثة كبيرة طيب هذا ماذا يسمي هذا؟ عندما نوطن خمسين ألف شهرياً ولحد الآن نحن موطنين بس بثمنت شهر نطيهم جناسي عراقية ثلاثمائة وخمسة ستين ألف وسبعمائة وستة وستين إيراني وأبغاني ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى المرحلة الأعمق والأشمل في التغيير الديمغرافي التغيير الديمغرافي بدتها الميليشيات والحكومات المتتابعة من عام 2003 لحد الآن مناطق معينة أزاحوها وأخذوها من أهلها وطردوها لها وأخذوا أراضيهم وأخذوا كل ما يمتلكون ومطوها لغير ناس أو حرقوها للأرض يعني وشوفوا محيط بغداد وحزام بغداد ومناطق كثيرة وجرف الصخر وغيرها هذه كلها نماذج هذا الحديث ليس سنيا وليس شيعيا وليس طائفيا هذا حديث واقعي حديث واقعي كلكم تعرفونه هذا ما العلاقة لا بسنة ولا بشعة هذا العلاقة بواقع الحال الموجود في العراق فبالتالي هؤلاء بدوا عمليات التغيير الديمغرافي الآن عمليات التغيير الديمغرافي تشمل العراقيين كلهم نجيب ناس من الخارج إيرانيين وأفغان ونطيهم جنسية ونطرد العراقيين العراقي عندما ما يلقى شغل عندما ما يلقى خدمات عندما ما يلقى مدرسة زينة مستشفى زينة عمل أمن ماكو اقتصاد ماكو كل شي ماكو خبزة ماكو من إيران ومن الأفغان وبالتالي أصبح العراق غير بلد هذا هو التغيير الديمغرافي الذي الذي يجري الآن يعني تقرأ أنت نسبة البطالة بين الشباب أكثر من أربعين خمسة واربعين بالمئة فقراء 12 إلى 13 مليون تحت خط الفقر طيب ليش يجيون المهاجرين ليش يجون للعراق العراق لديه أزمات بالتعليم أزمات بالصحة بالخدمة بالسكن غالبية العراق خمسة وستين بالمئة إلى سبعين بالمئة من العراقي لم يمكنكم بيوت لدينا أزمة السكن يعني متصاعدة متفاقمة متغولة لدينا أزمة مواصلات لدينا أزمة صحية خدمات صحية خدمات عامة نقل غير ذلك الكثير طيب ليش يجون للعراق يعني هو العراق عندما يتمرض يروح يذهب للخارج يسحالج يجون ناس أجانب حتى يتوطنون بالعراق ويعيشون بالعراق على حساب العراقيين هذا جزء من هذا المخطط الاحتلالي الذي بدأ عامة 2003 هذا جزء من التغيير الذي يحصل في العراق هذا ما سمي بالعراق الجديد هذا شكل العراق الذي يريدونه عراق هجيني مبيع عراقيين اسم العراق وربما يغيرون اسم فيما يعني بالمستقبل والمستقبل قريب ربما يعني تسمى غير اسم مثل ما الهند بعد ثلاث قرون غير اسم الهند يسميها بهارات ربما اهم العراق وراء يعني ما اذي ثمانة الاف تسعة الاف سنة من عراق يتغير ما اعرف شي سموه لانه السكانة ما يهم علاقة لا يمكنهم ان يوصلها للعراق وبالتالي انت تقوموا تدور على العراقي بالمكبرة حتى تلقي العراقي ما الاسف الشديد هذا جزء من هذا النموذج هذا الاطار الذي صنعته امريكا في العراق وهذا الذي تريده امريكا وتريده احزاب السلطة وميليشياتها وقواها وايران اولهم وبلد مشتت فضعيف منتمي للخارج ارادته مرهونة بالخارج مع الاسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى عزا المشاهدين اترككم بخير والتقيكم في حلقة اخرى الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة